السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايوك يا حبايب اعملين ايه؟ اكيد وحشتوني جدا جدا من اخر قصة جايلكم برواية جديدة وان شاء الله تعجبكم واسمها شموع الامل ويلا بينا نشوف الفصل الاول بيقول ايه؟ سهر وهي قاعدة بتقول بقولك ايه؟ كده يبقى ضربنا عصفرين بحجر واحد شهاب بدحك تعجبني الروح الشريرة اللي جواك يا روحي تلمستك يا جميل المهم انت متأكدة ان بنت عمك دي هتصدق الحوارات دي وهتنفس كلامك من غير من تقفش عيب عليك انا عارف انا بعمل ايه من يوم معامي ومراته ماته وهي زي الخدامة وما بتقدرش تفتح بقها اصلا ملهاش حد غير بابا وبدحك خبيثة وماما ايمة بالواجب معاها تعجبيني ويلا تعالوا اعرفكم بابطال الرواية جوهرة فتاة عشرينية ذات العيون الخلابة والجسد الممشو والشعر الاسود الناعم بسواد الليل والقلب الابيض متفوكة دراسيا والان هي في كلية الفنون التطبيقية توفت عائلتها اثر حادث مروع في مدينة دميات كتبت عنها الجرائد والصحف تبدل حالها لاسوأ ما يكون عندما انتقلت لبيت عمها العم عصام البجوري رجل يقترب من ستين عام دائما ما كان يغار من اخيه واسرته ووراءه سر في مقتل اخيه زوجة عصام وتدعى سلمة سلمة اقل ما يقل عنها شيطان في جسد انسان تدبر لكل شيء دون رحمة تنال ما ترغب به سهر الفتاة المدللة وتوسطة الجمال بنفس عمر جوهرة التي تربط على الحقد والقره تجاه اسرة عمها شهاب خطيب سهر ويعمل لدى والدها محاسب يطمع في سروتها وينفذ طلباتها مقابل ان يحصل على كل شيء ولها اعمال مشبوهة في الاستراد والتصدير ويعد العدو لجاسر النجار جاسر النجار شبز وبنية قوية وشخصية كالفلاز يهابه الجميع رغم صغر سنه تربع على يد جده في عالم البيزنس صاحب اكبر مصانع وورش الموبيلية والاساس في مصر والوطن العربي جزور جده من دميات ولكنه منذ الصغر وهو يعيش في القاهرة ويتعب عمله بدميات على فترات متباعدة يبلغ من العمر 28 عام مطلق ولداه ابنته يرفض فكرة الزواج مرة اخرى هنعرف السببب مع الاحداث نرجع للرواية شهاب النهاردة بعد غياب سنين طويلة راجع جسر دميات وهيدير كل ممتلكات جده بعد تعب وعرفت ان القصر المهجور هيتفتح تاني من جديد مش عارف ليه مصمم يعيش في القصر ده مع انه يقدر يشتري بفلوسه ودميات كلها ها تلاقيه قهبل ومش عارف بيعمل ايه المهم دي فرصتنا هنروح لماما اخليها تبعد جوهر القص علشان تنظفه مع بقية الخدم اللي بابا هيبعثهم ومن هنا نبدأ بتنفيذ خطتنا اللي تشوفي يا روحي في فيلا عصام الباجوري تجلس جوهرة في حجرة صغيرة بالدور الارضي بالفلا بالقرب من حجرة الخادمة جوهرة بتقول ايوة يا ريم زي ما بقولك كده عم ومراته شايليني من على الارض شي وبيحبوني وبيعملوني زي صاهر بالظهر ريم رضت عليها وقالت مش عارفة ليه مش مصدقيك ده اخر مرة قابلتك في الجامعة وكنت خاصة النص وشكلك مجهدة قوي قول يا جوهرة لو حد مدايقك اكلم بابا انت عارفة ان اللي هو بيتعمله ألف حساب لا لا صدقيني هم كويسين معايا يأتسوا السلمة من بعيد بتقول هيا فين الزفتة اللي اسمها جوهرة دي ربنا ابتلانى بيها طب افلي دلوقتي يا ريم هكلمك بعدين وغلقت الهاتف بسرعة وخرجت لسلمة جوهرة بنكسر وكلت حيلة نعم يا مرات عم سلمة بغيز جاتك عم الدبب ايه مرات عم دي صحيح فلاحة عمرك ما هتتمدني مهما عاشت معانا انا اسف اتفضل يا عايزاني في حاجة في واحد اسرته اصدقاء مع عمك وهي جي عيش هنا فترة كده في القصر بتاعه عايزاك تروح مع الخدم تشرف على التنظيف على الاقل يبقى عملتها يا حاجة بلقمتك اللي تشوفيه حاض اجهزي علشان تروحه حالا ده ليه القرب يا ليل طب خلينا الصبح سلمة بحدة انتي كمان هتجدليني لا لا خلاص انا هو جاهزة سلمة وهي بتمشي وبتتركها صام فيه خاف ما يختشيش صهر عملت ايه يا ماما وافقت سلمة هي تقدر تقصر ليه كلامي المهم مش عايزين ابوكي يعرف اللي عملنا ده مش عايزين مشاكل وخصوصا بعد ما يعرف اللي هيحصل لها هناك طب مان يا ماما انا وشهاب عاملين حساب كل حاجة اهو نخلص من جوهر والمراس بقى يبقى كله لينا وفي نفس الوقت شهاب يبقى رد الدربة الجاسر بعد ما خسر الصفقة الكبيرة سلمة ردت وقالت المهم نخلص منها دي كانت كابوس على قلبي زي امها بالضبط في القصر المجهور على اطراف المدينة حيث لا يسكنه احد منذ عشر اعوام تذهب جوهره مع اربع فتيات من الخدم لتنظيف القصر جوهره وهي بتقول ياه ده كله طراب هيخلص امتى ده بس حسنات ردت عليها وقالت الثمان يا ستة جاهور احنا متعودين على كده اعود انت ستريحة واحنا نقوم بالواجب حسنات فتاة ذات خمستاشر عام ابنة البواب لدى شركة عمها وتعمل خادمة هي وامها واخواتها بفلة عصام البجوري تحب جوهره لانها تعاملها بحب وود وان جوهره تساعدها في مذاكراتها تبدأ حسنات هي والدتها واختيها في البدء في تنظيف القصر تقوم جوهره بمساعدتهم فالقصر كبير حتى ينتهوا من العمل وبعد ساعات من العمل اقتربت بهية والدت حسنات من جوهره ونظرت لابنتيها فقام بتكتيف جوهره جوهره وهي تصرخ ليه؟ انا عملت فيكم ايه؟ حسنات بصريخ حرام عليكم بتعملوا فيها كده ليه؟ بهية بتحذير لابنتها اخرصي احسنت فينك هنا وقامت بوضع منديل على انف جوهره حتى فقدت الوعي حملتها هي وابنتيها الى احدى الحجرات بالاعلة وقام بتجريد ملابسها ووضعوها على السرير وخرجوا اتصلت بهية على سلمة وقالت بهية خلصنا كل حاجة ستة هانم زي ما طلبتي سلمة بفرحة الانتصار تيفيله القصر وترجعه بسرعة ما تخلوش حد يشوفكو ابدا الطماني هانم مفيش سريخ ابن يومين هنا علشان يشوفنا اغلاقت الهاتف واخذت بناتها واغلاقت القصر وغادرت حسنات بصت لأمها وقالت والنبي يا ماما علشان خاطر نرجع نجيب الست جوهار دي طيبة قوي وعمرها ما قزت حد بهاية بتهديد شكلك مش هتسكتغل لما قطع لك لساني خلاص سكتت ها وقالت في سرها ربنا معاك يا ست جوهار اشتد الظلام حول القصر فجد اقتربت الساعة من الوحدة بعد منتصف الليل ينزل جاسر من سيارته بعد ان فتح له صاقك حمدي باب السيارة جاسر وهو بيقول اركنها في اي مكان والصبح بقى تعالى نضف الجاراج ليها حمدي رد عليه وقال له طب استأذنك يا باشا اخذ العربية بس وراح ازور قسرتي وهرجع من الصبح بدر هنا جاسر رد عليه بكل تواضع وقال له دي مش محتاج استئزان روح يا راجل يا طيب انت بس ما تتأخرش حمدي رد بانتنان وقال له ربنا يبارك لك يا جاسر به واخذ السيارة وغاضر دخل جاسر الاصر وجده نظيفا للغاية استغرب ذلك فالقصر مهجور منذ سنين جاسر وجد زجاجة من الويسكي ومعها كأسين ولا زال بهم بعض الويسكي جاسر باستغراب هو في حد هايش هنا ولا ايه وبدأ يبحث بسرعة في جميع الحجرات بالاسفل فلم يجد اي شخص صعد جارين على السلالم وفتح الحجرات الى ان وصل الى احدى الغرف وفتحها واضاء النور ليكف مصدوما خلصوا الجزء بتاعنا هنا ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زل الكل علشان يوصل لكم الجزء التاني يا حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته